استوردت السوق الجزائرية مقيمته أكثر من 57 مليون دولار من منتجات السيراميك في ثلاثة أشهر فقط من سنة 2018 حسب بيانات الجمارك التي تحصلت عليها الشرق نيوز ولم تستطع وزارة التجارة أن تصمد أكثر في وجه المستوردين بعد منع استيراد السيراميك الجاهز خلال نهاية 2017 وأضافت قراراً آخر بمنع استيراد المواد الأولية لصناعة الرخام والسيراميك وهو ما اعتبره المنتجون قراراً مجحفاً في حق الصناعة الوطنية وتأتي هذه الواردات هذه المرة على شكل مواد أولية توزعت على أكثر من 15 مليون دولار ذهبت لاستيراد المواد الأولية الحمراء المستخدمة في صناعة السيراميك بمختلف أنواعه وبعض أصناف البلاط حيث أن الصناعة الوطنية لا تلبي جميع احتياجات مركبات البلاط والسيراميك وسجلت واردات الحجر الرملي السيراميكي أكثر من 6 ملايين دولار أما المواد الأولية من المغنيزيوم والخلائط المعقدة فقد فاقت 5 ملايين دولار حسب بيانات الجمارك و2.4 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية المصنعة من سيليكا والألومينيا وهي منتجات خام قادمة من قارة آسيا بينما جاء في تقرير الجمارك استيراد أكثر من 12 مليون دولار من المواد الأولية التي لم تحدد أصنافها وسماها التقرير بالمواد الأولية التي لها استعمالات أخرى وما زالت الجزائر تعاني عزا في تغطية سوقها بأحواض الاستحمام الخزافية حيث أنفقت أكثر من 3.5 مليون دولار في ظرف ثلاثة أشهر فقط لاستيراد هذه الأحواض اشتركوا في القناة